طيب خلينا اكد لك على حاجتين الحاجة الاولى بالنسبة للموضوع عمر جمال استبعاده وهو طبعا الولد طبعا طبيعي يومها كان حقه طبيعي انه هيزعل لانه ما كان يجب اشراكه في الثواني دي وانا في وجه التازي واعتقد انت قلت هذا الكلام قرار ما كانش في محله هو مبارح في التمرين حصل يبدو احتكاج بينه وبين احد زملائه ومن ثم بيصيروا اخد قرار مع كابتن سعدة وحفيز بان هو لكن الولد اه اه في النهاردة جي حضر التمرين واتمرن وما فيش اي حاجة او قبل ماتش طلاق الجيش بيوم كان فيه مشادة بين رمضان صبحي وحسام غالي صحيح ولم يتم استبعاده صحيح هيا ايه طبعا فهنا بقى السؤال اه لو فيه مشادة استبعدته اه ورمضان صبحي وحسام غالي ما استبعدتهم هو رمضان صبحي وحسام كانت عشان فردية الاداء مشادة لكن هنا كانت خارج الاطار ده شوال بصة كابتن سيد عبد حفيز انا من وجهة نظري اعتقد ان هو ابتدى يوري العين الحمرة للعيبة ويقول لهم اوعوا تفتكروا ان هيبقى فيه تسيب زي قبل كده